اشتركوا في القناة واخصها المشاريع او البروفايلات الشركات والعروض التقديمية الخاصة بالمنتجات وما شبه. ذلك حبيت ان انوه قبل بداية هذا اللقاء باني قد عقدت العزم ان شاء الله على تقديم كورس احترافي في برنامج ادوبي برمير الفين واثنين وعشرين. ورح تبث كامفة الفيديوهات على قناة حكاية شغف حتى تكون في تطبيقات عملية ومرئية وواضحة لالكم. وايضا رح انقدم لكم الشروحات والبلاجين والادوات والانتقالية والمؤثرات وكل ما نحتاجه في صناعة المحتوى الاحترافي او في صناعة الفيديوهات الاحترافية في احدث اصدارات برنامج ادوبي برمير. لذلك سرعوا معي بالاشتراك الى قناة حكاية شغف وانتظروا مني اولى الفيديوهات الجميلة والاحترافية والتعليمية المشوقة في صناعة الفيديو عبر برنامج ادوبي برمير. رابط القناة رح يكون معنا في صندوق الوصف ان شاء الله. يلا حتى نبدأ يا اصدقائي بلقاء جميل ومتميز واحترافي بعد ما تضغطوا على مفتاح اللايك وتعملوا ايضا مشاركة لهذا الفيديو وتعملوا اشتراك اذا كنت ضيف جديد على قناتنا ونستكمل مع بعض هذا اللقاء البسيط والجميل والمتميز في برنامج باوربوينت. اهلا بكم مصدقائي مرة تانية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت متل ما انا شايفين نحن الآن ضمن البرنامج رح نطلع تصميم لشريحة فتاحية تخص الاعمال تخص الاعمال بالعموم سواء كانت بروفيلات شركات متل ما تكلمت او ربما يكون في عندك شريحة لعرض منتج معين او اي شيء من هذا القبيل او ربما تكون عبارة عن شريحة افتاحية لعنوان مقدمة حلقة بحث او مشروع تخرج ايا يكن لكن دائما نحتاج الى طابع احترافي وبسيط وجميل بشرائحنا الافتاحية لمشاريعنا بالعموم. هذه عبارة عن شريحة فارغة رح انقر باليمين ومن اللي اوتي اللي هي تخطيط رح نختار بلانك بيمكنكم تتابعوا معي حتى الكلمات وحتى اللعب اشتغل بالانترفيس او الواجهة اللغة العربية بيمكنوا يتابع معي الكلمات الملفوضة ويطبق بالعربي حتى وان كنت انا عمالي بشتغل على واجهة انجليزية مع العلم اني انصح الجميل ان يعمل على الواجهات باللغة الانجليزية. اذا من تخطيط رح نختار بلانك او ميلي اوت رح نختار بلانك اللي هي الشريحة الفارغة رح اتوجه الى احد المواقع وابدأ بالبحث عن صورة ممكن تكون مناسبة لوضع بالخلفية. خلني اختار وليكن على سبيل المسال هذه الصورة انقر باليمين وبنختار نسخ الصورة وبتوجه الى برنامج باوربوينت وبختار كونترول زائد في لحتى نقوم بتحميل الصورة من الموقع ولسقه في شريحة مايكروسوفت باوربوينت. بداية رح توجه الى البيكتر فورمات اي تنسيق الصورة وميلي جروب اللي هي اقتصاص وبنختار قص بنسبة 16 على 9 وبنقر باي مكان. طيب الان بسحب الصورة الى الزاوية المقابلة وبرجع بنقر مع السحب لحتى نعمل نحن تكبير للصورة على قدر فراغ الشريحة بالضبط. ممتاز وجميل للغاية. رح توجه الى قائمة انسيرت اللي هي ادراج ومن شيبس اللي هي اشكال رح نختار المستطيل وبنقر مع السحب لارسل مستطيل على قدر فراغ الشريحة بالضبط. بختار الالوبي دون خط ايطار والتعبئة تكون عنديها باللون الاسود. بنقر باليمين وبتوجه الى فورمات شيب اي تنسيق الشكل. وعندي من الفيل الى التعبئة عندي شفافية باقوم بوضع شفافية معينة بحيث يعني تكون متل تزيين بالخلفية لكن ما تبرز معانا الصورة كعنصر رئيسي تمام? متل ما انا شايفين بالضبط يا اصدقائي. رح نتوجه الان لقائمة الانسيرت ومن شيبس اللي هي اشكال بنختار مستطيل. ببدأ بالنقر مع السحب عشان ارسل مستطيل بحيز معين واللي يكون معي مثلا بهذا الشكل بهذه المساحة. بختار الالو تعبي اول يكون معي مثلا بهذا اللون وبدون خط رسم ومن الفورمات شيب او الشيب فورمات عفوا من ايليجان بنختار اي عندك كون التوسيط العمودي تمام? طيب بهذا الشكل بالضبط. كمان بختار الالو شفافية نوعا ما شفاف عشان يبان شئ من الخلفية ويعطي المظهر اكتر جمالية. بتوجه الى انسيرت مرة تانية ومن شيبس ايضا اشكال مختار المستطيل وبرجع بنقر مع السحب عشان ارسل مستطيل معنا وليكن بهذا المساحة او بهذا الشكل يا اصدقاء. الان بتوجه الى التعبئة وبختار بدون تعبئة وخط الرسم خلي يكون معانا مثلا بهذا اللون ونفس الشيء موضوع اللاين او الحدود كمان بعمل شفافية لالحد عشان ما يكون الخط معنا واضح وبارز الى درجة كبيرة. بتوجه الان الى انسيرت ومن شيبس اللي هي الاشكال ومنختار اطار وليكن معاي هذا هو الاطار وبنقر مع السحب لحتى نرسم اطار وليكن معانا بهذه المساحة. ومنقلل سماكة الاطار معنا بهذا الشكل. تمام نوسعه للخلف يعني حبا تمام يكون معانا مثلا بهذا الشكل بختار له بدون خط اطار والتعبئة تكون معاي مثلا بهذا اللون وليكن معاي بهذا اللون جميل. يعني طبعا هذه الالوان الان الرئيسية تأخذ من الهوية البصرية اللي انت شغال عليها ازا كان في عندك لوغو او عندك اي شيء بتختار اللون من الهوية البصرية او العائلة اللي انت شغال عليها بعموم مشروعك. تمام? هذه الالوان ما بنختارها بعشوائية. الان ببساطة راح توجه الى الموقع ومنختار صورة تانية تكون معانا صورة رئيسية تكون معانا صورة رئيسية ضمن آآ تصميم الشريحة. آآ اي صورة خلني اختار عليكم على سبيل المثال هذه الصورة. بقرب اليمين ومنختار نسخ الصورة وبتوجه الى برنامج باوربوينت وبختار كنترول زائد في. تمام بتوجه الى بكتشر آآ آآ ومنقرب بنختار النسبة تكون بمقدار واحد على واحد. يعني الصورة تكون عندكها بمساحة مربعة. راح نقر اسحب الاعلى عشان القص يكون معنا بالحتة العلوية من الصورة. تمام? الان متل ما انا شايفين قمنا بقص الصورة بشكل مربع. تماما. طيب بهذا الشكل. بضغط على مفتاح شفت وبنقر مع السحب للداخل عشان اصغر فقط يعني من مساحة الصورة. وتكون معنا بالمنتصف بالضبط. تمام? بيمكن الان نتوجه الى الصورة بحد ذاتها وبتوجه الى التأثيرات ومنعمل شدو ظل للصورة. خلنا نختار الظل يكون عندي اياه بالزاوية السفلية. ومنختار لون الظل هو اللون الازرق نفسه لاخدينه للعائلة اللونية. رح نقلل شوي من الشفافية. ونزيد من تمام? عشان نعمل الهالة او الاضاءة خلف الصورة وتعطي طابع جميل لعرض الصورة. بعد ما ضبطنا موضوع الهالة او الاضاءة خلف الصورة. رح نتوجه الى قائمة ومن رح نختار احد اشكال ومنكتب الكلمة الرئيسية لعنوان الشريحة اللي احنا قائمين على تصميمها. او هو عنوان بالعموم. بعد ما نقوم بكتابة الكلمة. خلني اختار لون للنص. ولا يكون عندي. طبعا اختار نحن نفس اللون. منغير بنحالة الحرف الى احرف كبيرة. ومنختار يكون عندي الخط عريض. ومنبحث ايضا عن نوع خط يكون في عندي سماكة للخط بيكون يعني بطريقة افضل لما يكون عندك نوع الخط عريض. تمام. خلنا نبحث على نوع خط عريض وارجع لكم مباشرة. بعد ما اخترنا هذا النوع للخط. تمام? خلني احدد كل المحارف مع عدل الحرف الاول. مع عدل الحرف الاول. ومنكم بتصغير هذه المحارف. تمام? وبرجع بحدد الحرف الاول من الكلمة وبنعطي ايش? بنعطي تكبير للحرف عشان نحصل على مظهر جميل للكلمة مع الاحرف. الان بعد ما قمنا بضبط النص بطريقة جميلة بتوجه وبختار يعني كمان من قائمة من وورد ارت. بنختار شكل اخر. او اي اشكال من اشكال وورد ارت. وبنكتب السلوغن او العنوان اللي بيكون المرافق مع العنوان الرئيسي. بعد ما نكتب الكلمة. بنتوجه ايضا الى الهوم. وبنختار نوع الخط او لون الخط نفسهم. وبنغير حالة الاحرف الى الحرف الكبير. وبنزغر اه الحجم بالعموم. وبنختار توسيع للاحرف. تمام? وبنقر مع السحب. تمام? وبضع النص بهذا المكان. عشان يعطيني الان هذه الجمالية ويكون هذا المعبر عن السلوغن او العنوان او الوصف للعنوان الرئيسي انصح التعبير. بختار كنترول زائد ديم. تمام? تكرار. وبستخدم المعادلة الان تساوي عشان ابدأ بالبحث عن اه فقرة جاهزة يقدم لها برنامج بوار بوينت استهلة بهذا التصميم. فبنكتب تساوي رند. وبفتح وبسك القوس ونعطي انتر. فالبرنامج راح يعطيني نصوص افتراضية متل ما اعتدنا. تمام? وناخد هذه كامسلة. تمام? خلني احزف النصوص الماني محتاجة. تمام? يا اصدقائي. تمام? ورح نزغر حجم الخط الان. ونختار لون ابيض. ومنزغر العرض الكامل لمربع النص. وبخلي الاحرف يكون عندك يا نورمال. تمام? يعني التباعد مرجعها نورمال متل ما كانت. تمام? وبسحب الفقرة عندي اياه هذا المكان. خلنا نزغر حجم الخط كمان نحتم. تمام? خلي يكون في عندي تباعد بمقدار سطر ونص. وبإمكاني اعمل فقرة تانية. كمان تحت الفقرة الاولى. وبنكتب الفقرات الخاصة بوصف المشروع او ما شبه زلك. زي كان في عندك شروحات فتحب انك تضيفهم في الشريحة الرئيسية. فهذا حيز جميل وموضع جميل وطريقة جميلة لوضع هذه النصوص. الان راح نتوجه الى قائمة الانسيرت اللي هي الادراج. ومن شبس اللي هي الاشكال بنختار مستطيل ذو الزوايا المستديرة. وبنكر مع السحب عشان ارسل مستطيل معنا بهذا المكان. وبنكر على النقطة الصفراء حتى اعمل الاستدارة للحواف. تمام? ومنحول نركب الشكل على منتصف الاطار الموجود بهذا المكان. على منتصف الضبط. اه تمام? متل ما انا شايفين. تماما وبنختار يكون في عندي تعبئة من نفس اللون. وبختار البردر بدون خط رسم. تماما. الان بنكر باليمين وبتوجه الى ومنكتب كلمة اه معبرة عن لما ننكر عليها يتم توجيهي الى داخل المشروع. والبدء بالقراءة واستعراض المحتوى. تماما. وليكن او او شيء من هذا القبيل. بعد ما كتبنا الكلمة بتوجه الى قائمة الهوم. ونفس المبدأ بختار الاحرف يكون عندكها كبيرة. ومنختار اللون الان يكون عنديها لون اسود. بنعمل ومنختار توسعة للاحرف. تمام? نصغر حجم الخط شوي. تمام? وكمان نصغر معنا مساحة المربع بما يتناسب مع النص الموجود. وليكن معنا بهذا الشكل. بالضبط يا اصدقائي. ومنضع مسلا هذا المربع بهذا المكان. للدلالة. اه على النقرة عليه لكيفية اه انتقالنا الى الشريحة التالية. او ما شبه ذلك. الان بتوجه الى قائمة الانسيرت ومنختار شكل وورد ارت. وبكتب عليه وليكن عندك عام الفين واتنين وعشرين. الان بنتقل الى هوم ومنلون النص او الرقم اللي كتبناه او العام بالفين واتنين وعشرين. وبنختار بنلغي عنه الظل. بنكبر حجم الخط شوي. ومنبحس عن نوع خط يكون يعني جميل نوعا ما. اه معبر عن الحالة رح نشتغل عليها. خلني اختار نوع خط وارجع لكم مباشرة. بعد ما اخترنا نوع للخط واخترنا حجم بتوجه الى ومنختار من استدارة. عنا استدارة افقية وعمودية. متل ما انا شايفين او بمقدار تسعين درجة. خلي يكون معاي النص مثلا بهذا الشكل. وخلني الان ارجع الى هوم. ومنكبر بالمساحة. بحيث يكون عندي اياه بملء هذه المنطقة. ويكون بالمنتصف بالضبط. جميل للغايم. مت ما انا شايفين بالضبط. الان بحدد على الشكل اللي هو المستطيل الاسود. هذا المستطيل الاسود اللي نحن ادرجناه بعد الصورة او فوق الصورة. وبضغط مفتاح الشيفت وبحدد الالفين واتنين وعشرين. وبتوجه الى تنسيق الاشكال. ومنختار طرح. شو منختار? طرح عشان يتم تفريغ هذه المنطقة. تمام? بالاحرف ويكون معاي او بالارقام عفوان. ويكون معاي مظهر الارقام بتعبئة الصورة يلي بالخلفية. متل ما شفناه بالضبط. الان بتوجه الى ونضيف اخر التحليات اللي بنقدر نحن نضيفها. وبنختار من من عندي اه مسلس. وبنكر مع السحب عشان ارسم مسلس. خلني اتوجه الى ومن نعمل انعكاس. وليكن من معاي بهذا الشكل. بسحبه الى اقصى اليمين. طبعا احنا راح نكبره على قدر ارتفاع الشريحة بالضبط. تمام? وبنسحب نعطي هذه المساحة واللي يكون معاي بهذا الشكل. بحيث ان هو يظلل معاي متل ما انا شايفين الارقام نفسها. يعني الفين واتنين وعشرين يتم تزليلها بالكامل. تمام? واللي يكون بهذا الشكل. بيمكنها تكبر وتزغر كيفما تشاء. المهم بالفكرة بالموضوع ان هو يساعدني بيئة التزليل. تمام. بختار الالو بدون خط رسم. وبنختار التعبئة بنفس اللون اللي نحن اخترناه للتصميم بالكامل. تمام? وبنعطي ارسال الى الخلفية. طبعا هو صار خلف الصورة وخلف الشكل. بعطي الان احضار مستوى الى الامام. عشان يكون عندي اياه وين? خلف المستطيل اللونه اسود. ويكون ما بينه وبين الصورة اللي بالخلفية. ونبدأ بوضع الشفافية لالو. عشان نعطي هذه الاضاءة الجميلة للارقام بالضبط. تمام يا اصدقائي? تمام? عشان تزين معنا. ويكون معي يعني اه تعبئة الارقام. اول شيء اللون من الهوية البصرية نفسها. ويكون عندي التعبئة يكون عندي اياه من الخلفية بالضبط. وهذا تنسيق جميل للغاية. خلنا نختار كمان اي تكرار مرة تانية للمسلس. ومتوجه الى الروتيت ونعمل انعكاس. تمام? وبسحبه الى الجهة. هذه الجهة كمان العلوية. ومنغير لون التعبئة الى لون ابيض. تمام? نفس المبدأ بعطي ومنقرب مستوى اتنين. مستويين او مستوى واحد. حسب ما ترغب. لهم نحصل على موضوع الاضاءة بهذا المكان. تمام? فينا نحن نوسع شوي. تمام? بهذا الشكل. ونغير في موضوع الشفافية. عشان احصل فقط على موضوع الاضاءة لعندي يا بيئة الخلفية. ويكون عندي هذا التداخل الجميل. ولو شغلنا شريحتنا. هتكون شريحتنا بهذه الجمالية وبخطوات بسيطة. من خلال فقط تركيب بعض الاشكال. عشان نطلع محتوى جميل ومعبر وغاية بالجمالية والروعة. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللاق فيكم في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت بواربوينت. وهذه تصاميم يلي بتميز اعمالكم. فلا تنسوني اذا عجبكم هذا المحتوى من التفاعل والدعم لحتى نقدم لكم المزيد. وايضا لا تنسوا من زيارتي على قناة حكاية شغف ومتابعة الكورس الاحترافي في صناعة الفيديو والمنتاج على احدث اصدارات برنامج ادوبي برميير هو الفين واثنين وعشرين. القاكم على خير ودمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة